الآن مع كلمات معالي الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين سيد الدكتور مصطفى مدمولي رئيس مجلس الوزراء معالي الدكتور محمد أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المؤتمر العام للإسيسكو أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم السلام عليكم جميعا ورددوا معي جميعا حي الشباب حيهم حي تمام سعيهم حي جمال وعيهم حي جهير رأيهم حي الشباب في جدهم ولهوهم في صمتهم وزهوهم حيهم الآن وعلى مدار عام كامل تفترعه الإسيسكو لهم هدية مستحقة وهل كالشباب من يستحق ابتدار عامه بمثل هذا الحشد العظيم في بلد عظيم بقيادة رئيس محب للشباب منفعل بقضاياهم ملتزم بمطالبهم معتزم بعطائهم مهتم بمستقبلهم فشكرا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التشريف الذي سيظل عبر الزمان قلادة في جيد المكارم وتاجا على هامات المناقب ووساما على شرفات المفاخر ووساما على شرفات المفاخر وشكرا لكم دولة الرئيس دولة رئيس الوزراء على حضوركم نيابة عن فخامة الرئيس والشكر يمضي باسما لأخي معالي الدكتور عيما عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولفريقي وزارته الموقر فهؤلاء الشباب هم أبناؤكم هم أبناء الإيسسكو المنظمة التي تعستز بلقبها المنظمة الشابة فهي ما تركت بابا نحو مجد الشباب إلا تركته ولا مسارا إلا وافته وأصل الحكاية أنها بدأت بنفسها منذ أربعة أعوام فجددت أثناءها ودماءها ليمثل العاملون فيها ممن هم دون الخمسة وثلاثين عاما واحدا وأربعين بالمئة ونطمح أن تصل نسبتهم إلى ستين بالمئة خلال العامين المقبلين عين عليهم والعين الأخرى على تلك القوة المنطلقة في أفاق عالم الإسلامي نصمم لهم برامج التدريب قصيرة المد وطويلة الأمد نعقد لهم المؤتمرات والندوات المتتالية في مجالات مهن الغد والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء وحماية البيئة وصون التراث وتطوير مواقعه وغير ذلك نعد لهم البرامج ذات الأبعاد العملية كبرنامج جايتكس السنوي وبرنامج مسرعات ومحفزات ريادات الأعمال وبناء الشركات إضافة إلى مبادرة سفراء الإيسسكو من أجل السلام التي تنضوي فيها ثلة ماجدة ماضية لأن تبلغ تمام الخمسمائة سفير في العام عشرين خمسة وعشرين ثمها نحن ندلف إلى عالم الرياضة استشعاراً لقيمها وقيمتها في إعداد شباب سليم العقل والبدن وبالأمس القريب هذا كانت وفود الشباب الإيسسكو تترى على أرض أذربيجان لتضمن اكتمالٍ لوجهٍ تمثيل لوحةٍ بهيجةٍ شكلها وجود خمسمائة شابٍ وشابة على ترى الموهبة والعلم والإبداع ليحاوروا رواد الفضاء في مؤتمرهم السنوي الدولي على أفق الطلعاتهم المستقبلية وما عامهم الذي نحتفل به هذا إلا شارةً على مطامح الإيسسكو في أن تنتخب لهم أنجع المشاريع والمبادرات التي تساندهم تحثهم، تذكرهم بأن المستقبل في انتظارهم هم قبل أي قادمٍ آخر المستقبل المغاير في تحدياته ومطالبه وشروطه وأشراطه المستقبل المنطلِق في مدى مهن مختلفةٍ جديدة مهنٍ لن يكون ثمانون بالمئة منها في القريب ذا علاقةٍ بما يمتهنه الشناس في أيامنا هذه المستقبلة المتشكلة على متواليات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوراتها التي تفوق مآلاتها الخيال الراهنة بما تحمله من خيراتٍ وويلاتٍ تستحق من شبابنا تنبُّهاً وفهماً ذكيَّين أيضاً لكي لا تفترِس آلةً صنعه الإنسان قيماً أبقَت الإنسان سيِّداً عبر الزمان إنه المستقبلة الذي حذَّر أحد عباقرة مصر الشباب من النكوص عنه فقبل أربعين عامًا قال المرحوم الدكتور مصطفى محمود مخاطبًا الشباب عليكم أن تهتموا بإصناعة مستقبلكم فإن لم تفعلوا فإن هناك من يتربَّص بكم ليصنعه لكم على هواه وإن أول أسس بناء شبابنا مستقبلهم الأكمل له هويتنا المتشكِّلة من مناقب الإسلام ومآذرة فهي مصدرُ عزِّنا وصرحُ حضارتنا وشهادةُ ريادتنا ونسقُ أخلاقنا تلك الهويةُ بأبعادها الإنسانية المُجسَّدة في وسطيتها واعتدالها ورحمتها وسماحتها وتسامُحها فلنعتدَّ بها ولنلتزم شرفُها ولنُنافِح عنها شبابًا واثِقًا مُسلَّحًا بالعلم مُدرَّعًا بالعزم نقول ذلك وفي أذهاننا أن أكثر من خمسين بالمئة من المليار وثمانئة مليون في عالم الإسلامي هم شباب ذاك حجمٌ هائلٌ وريفٌ أليف لمن يعرف منهم استحقاقاته أسيفٌ مخيف لمن يهاب منهم استحكاماته فلنُعدُّ العدَّة أيها الشباب الصبوح الجسور الطموح ولنرتقي إلى السُدَّة تذكَّروا أن عالمكم الإسلامي ينتظر جهودكم واقتداركم ليعبر إلى آفاق التقدم والشراكة الإنسانية الناجعة كون له جيلاً جديداً يتجاوز المرارات والأحقاد ويعقد صلحًا مع شموس النماء وفضاءات الإزدهار كون له وجوهًا متفائلةً بالخير وبالآتي من غيب الزمان ابسطوا عزمكم على أفق الإبداع فكراً وفنوناً وآداباً استكشفوا مجاهيل جغرافي الأشياء لا تتوانوا عن اقتحام المغاليك فما لمثلكم خلق التهيُّب والإحجام يا أبناء أشاوسة ارتادوا مدى كل جديد حتى دانت لهم البحار وخبرتهم الأفلاك وإن هذه لمنظمتكم الإيسسكو ستبقى معكم إلى نهاية الشود إيمانًا بإمكاناتكم وإيقانًا بإرادتكم ووثوقًا بقدرتكم فلنكمل المسير معًا بناتًا للمجد حُداتًا للغد حُماتًا للأرض رعاةً للأوطان والله مستعان فالتحيَّة لكم والإجلال لمصر المحبَّة المحبوبة رئيسًا وحكومةً وشعبًا والسلام عليكم وتحيَى مصر اشتركوا في القناة